وعراً يبدو طريق أوكرانيا نحو الحسم فمع الشداد المعارك على خطوط المواجهة ترفع كييف من سقف توقعاتها العسكرية سعياً لاستعادة جميع أراضيها بالقوة بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 الأمر الذي استدعى رداً روسياً يهدد بأن مسعى كهذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد أما في عواصم القرار وعند الحلفاء الغربيين فلا يبدو أن هناك قناعة بقدرة كييف على استعادة شبه جزيرة القرم إحاطة سرية تكشف مصير القرم من وجهة نظر واشنطن إذ اعتبر أربعة من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة أمام مجلس النواب أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من إخراج القوات الروسية من شبه جزيرة شكوك مسؤولي البنتاجون تتماشى مع مقاله رئيس قوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز الذي دعا إلى إنهاء الحرب في حدود فصل الصيف مطالباً كييف بدرورة سياغة مخطط أوضح لكيفية انتهاء الصراع فيما السبع دروجرز فرضية انسحاب روسيا أو التخلي عن أي شبر في شبه الجزيرة وأمام إصرار سلطات كييف على المضي قدماً في خططها معلنة استعدادها لهجمات كبرى هذا الربيع يتصعد التململ في أوساط أمريكية وغربية بشأن تطورات الوضع مع السمرار تدفق الأسلحة الغربية دون إحراز أي حسم يذكر من كييف على الأرض ففي فرنسا اعتبرت زعيمة التجمع الوطني اليميني مارين لوبين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية مفاده استمرار الحرب قرناً من الزمن والأسوأ وفق السياسية الفرنسية هو أن أي مشاركة كاملة لحلف الشمال الأطلسي ستدفع إلى حرب عالمية ثالثة ترجمة نانسي قنقر